بسم الله نتكلم النهاردة يا جماعة عن موضوع الستراتيجيك طبعا احنا لما بنتعرض للحديث عن التخطيط الاستراتيجي والادارة الاستراتيجية والتفكير الاستراتيجي فاحنا بنتكلم كلام كتير قوي يعني احنا في الام بي اي مسلا لما بنيجي نشرح تخطيط الاستراتيجي يعني طبعا يعني باخد الام بي اي من سنين طويلة وبدرب بدرب في البرانش ده بالتحديد وعندي اهتمام وعشق له بشكل شخصي يعني تمام فالكونسيبت في المانجمنت اه برود قوي ممكن ياخد له تلاتين ساعة او اربعين ساعة مع كمان اه عشر ساعات زي يوم وكلام من ده. فالسبب في ده حضراتكم اتعرفوه دلوقتي لما نتكلم فيه مع بعض. اه احنا عندنا نوعين اساسيين من انواع التخطيط. نوع بنسميه التاكتيكل او تمام? اه ونوع بنسميه الاستراتيجيك. طبعا الاستراتيجيك ده واضح من اسمه انه بيبقى من خمس سنين فما فوق. معانا من خمس سنين لغاية عشرين سنة. تمام? طبعا هيفرق في ايه? بيفرق حسب ازا كنت بتكلم على اه صغيرة. كلمة هنا يا جماعة شاملة اي مؤسسة او اي عمل تنظيمي جماعي له هدف واحد. تمام? اه سواء بقى صغير كبير اه عمل خيري اه هدف له هدف ربحي له اه مؤسسة كبيرة مجموعة شركات في بعضها. مؤسسة عابيرات القرات. اه مؤسسة حكومية. مؤسسة اه مسئولة عن مثلا زي مثلا او زي اي حاجة من الحاجات دي كلها وغيرها اسمها تمام? طيب. آآ زي ما قلنا تخطيط الاستراتيجي بيعتمد على رؤية بعيدة المدى. بالتأكيد هيفرق لما يكون شركة صغيرة ومؤسسة صغيرة على المؤسسة الكبيرة. ويفرق كمان لو كانت المؤسسة دي بتبدأ اول مرة تمام? يعني اول مرة المؤسسة دي بتتأسس. وبين لما يكون في استراتيجية جديدة على المؤسسة. بمعنى ان خلاص بقالنا عشرين سنة شغالين بنفس الطريقة وبنفس 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 على الشركة موجودة فبالتأكيد الافكار هتبقى مختلفة لاني عندي رصيد سابط. لكن لما بكون بأسس شركة لاول مرة هنا الامور شوية محتاج ان انا ابص وبص 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 لكل لان انا ما عنديش حاجة اصلا انا بتكلم فكرة من الخيال. لم يزهر من تفاصيلها شيء على الارض حتى هذه اللحزة اللي انا بخطط فيها. تمام? مادئيا احنا في كلامنا اه ذكرنا يمكن سوات اناليسيز. سوات اناليسيز. سوات اناليسيز اللي هي اس اعتقد اتكلمنا فيها كتير جدا. اه ممكن اتعدد اكتر من مرة وما فيش مشكلة لعادتها تاني. قلنا الاس يعني مقاطل القوة. والدابليو طبعا والتي اللي هي المخاطر. فانا عندي اي مؤسسة بعمل لها فبقول انا عندي نقاط قوة واحد اتنين تلاتة. وعندي نقاط ضعف واحد اتنين تلاتة اربعة ايا كان العدد. وعندي فرص متاحة في المستقبل ممكن ان احصلها. طبعا طبيعة الفرص المتاحة دي هتتعرف منين? من البزنس اللي انا بشتغل فيه. نوع ايه? والمكان اللي انا بشتغل فيه والتخصص اللي انا بشتغل فيه. وطبيعة الناس اللي موجودة معايا وطبيعة البلد اللي انا بشتغل فيها. وكل دي بتأثر بالتأكيد على الفرص المتاحة. تماني? يعني مسلا واحد بيفتح صيدلية فيه منطقة آآ هيتبنى فيها آآ زي تجمع سكاني. اوكي? منطقة جديدة بس في تجمع سكانة بيتبنى. والناس هتسكن فيه خلال سنتين تلاتة هيبقى فيه شوقة كتيرة آآ والشوقة دي ممكن يبقى فيه براج فيها بتتعامل العيادات. يعني هيبقى في كوميونيتي كامل ممكن يعمل للصيدلية. فواحد يوم يعمل ايه? يقول لك انا هشتري آآ مكان محل في المنطقة دي. وآآ ارخصه. واسيبه. بحيث انه ممكن خلال خمس سنين او آآ او اكتر ابدأ اقاس الصيدلية على حيث السكان او المنطقة اللي هتبقى موجود دي ده بيبقى آآ زي ما قلنا هو مفيش نقطة قوة في الوقت الحالي لكن فيه فرص متاحة. طيب مخاطر مسلا حاجة زي السلاسل. السلاسل اللي هي سلاسل السادلات اللي معمولة في المصر. في آآ مخاطر آآ بتهددها. ايه المخاطر دي? مش شرط ان يكون كلام اللي انا بقوله ده يكون او اكون رأيينا الشخصي عشان بس ما حدش ايه ياخد كلامي على اساس انه هو رأيي في حاجة. لأ انا هنقول كلام عام. فممكن الكلام يبقى آآ موافق لبعض الزملاء او العكس انا مش بقول رأيي. انا بس بنعرض آآ طريق التفكير ممكن اي حد يتحط فيها. آآ في آآ مخاطر بالنسبة للسلاسل في مصر آآ ايه المخاطر دي? مش بس ان النقابات ضدها. مش بس ان الصغيرين مسلا مش انتريست لهم اللي عندهم صيدليات يعني مش انتريست فيها. كمان الطبيعة والستراتيجي بتاعة السلاسل انها بتحتاج علشان تزبط نفسها وانها تحافظ على بتاعها اللي هو يعني المركز التنفسي. لازم آآ يكون عندها فانت او الامكانية المادية والربحية آآ مستمرة بحيث انها تقدر تصرف على هذا العدد الضخم من الموظفين. تمام? سياد له مساعدين سيادة من اشتغل في وناس بتشتغل وناس بتشتغل في المحاسبين وبيستغلوا يعني فيه يعني فيه اكتر من نوع من انواعه وغيره وغيره العدد الكبير ده بالتأكيد مع آآ او مش مش كويسة ده بتأكيد بتأفكت بادلي هيبقى بالتأكيد الدنيا ممكن يبقى فيها مخاطر في الفيوتشر. انا مش هقدر احافظ على نفس ده زي ما هو في الفيوتشر او كلمة آآ مخاطر هنا بمعنى ان فيه قدر من آآ الرزق في الاستمرار. مش معناه ان انا هوقف البزنس بتاعي. وزي ما احنا احنا طبعا ذكرنا حاجات اكثر عمقا واكثر صعوبة واكثر دقة من لصوات هنا. تمام? لكن تخيلوا ان في ما يقرب من ستين فانمية من الشركات على مستوى العالم. على مستوى العالم طبعا يعني يوروب وامريكا ما عدوش بيستخدموها في تخطيط الاستراتيجية. لكن ستين فانمية من دول يعني العربية وغيره يعني بيستخدموا الصوات في التخطيط الاستراتيجية. بيقوم جاي آآ يقول لك انا هعمل آآ مستشفى. المستشفى دي آآ عندي نقاط قوة في المكان مسلا. او في يعني دعم المد لها. عندي نقاط قوة في الموظفين. عندي الموظفين او اسماءهم كبيرة يعني دو للمؤسسة دي او التجمع او يعني المؤسسة الصحية او مستشفى وان كان. تمام? عندي آآ نقاط ضعف ممكن تكون في الابنية. ان المساحة عندي ما هيش كبيرة. ما عنديش آآ اقدر آآ اوسع فيه بعد كده. تمام? طيب آآ فرص متاحة ايه? اه ممكن نعمل تعقودات آآ ممكن آآ مثلا نبعث لمستشفيات تكون اكبر بعض الحالات. ايه المخاطر اللي ممكن تحصل في المستقبل? ممكن مخاطر انح ما نقدرش نجيب آآ يعني او آآ عقد ربحي يغطي النفقات اللي بتتصرف على المستشفى من كهرباء ونور وضرائب وتأمينات وعمالة وكل الايه القصص دي والصيانة فيلم كبير جدا يعني. يعني اي حد بيفتح مستشفى خاص بي ايه? بيبقى عليه استرس رهيب. استرس رهيب. علشان ان هو يستمر ويكمل في بيزنس. طبعا المجتمع لو هو آآ رفع في الاسعار هينظر اليه على انه مستثمر بيحاول يتاجر بقى في الغلابة وامراض ويعني قصص اللي انتم عارفينها دي. تمام? لكن هو ممكن اصلا يبقى مهدد بانه ما يكملش. ليه? لانه هو ما قادش ما قادش بشيش برافت. ما هو هيقدر يكمل ازاي? هيكمل عشان يبقى فيه داخل حد ادنى من الداخل علشان يقدر يدي للناس مرتبتهم. يقدر يدفع درايب. يقدر يدفع الايه كهرباء والايه الحاجات اللي هي اللي بتمشي المكان او تخليه يبقى تمام? فطبعا كل ده لابد ان هو يكون مدروس من البداية. ده فكرة التخطيط الاستراتيجي باستخدام باستخدام صوت البسيطة خالص اللي احنا يعني فيه اه دلوقتي حاجات كثيرة قوي زي فايفر مسلا فيه عندنا حاجات فيه من خلال تمام? هي عندنا بورتر تحليل بورتر. هي عندنا اكتر من عشرين نظرية للتخطيط الاستراتيجي مش بس اصوات. اوكي? فده بيتطلب مننا ان احنا نبقى عندنا اه يعني الاستعداد نقرأ لو حابين الموضوع ده اه اه الرمز اللي انتو شايفينه ده بالمناسبة رمز عند الجماعة بتاع الفار ايست يعني الصينيين واليابانيين والهنود والعالم دوله تمام? يعبر عن الحياة تمام? وهو بيقول ايه? بيقولك ان انا فيه جزء بحافظ فيه على الكور تمام? وفيه جزء بيدعم الاستمرار والتطور وان انا اكبر تمام? وفيه كاتب امريكي عمل كتاب مشهور جدا. قال فيه انفيت اور اذابوريت. يعني اما ان تبتكر وتبدع او ستتبخر. سيأتي وقت ما معتش تبقى موجود. اوكي? فاحنا بنعمل هذه المؤسسة علشان تستمر ولا علشان تقفل بعد سنة او اتنين. فانا بفكر بيلد تو لاست. بيلد تو لاست. ماشي? ودي نقطة مهمة جدا. اللي جاي بقى هتعجبكو جدا بالذات الزملاء اللي هما قوي فيه موضوع وبيهتموا بالبعد آآ يعني الروحي والتنمية الزاتية وانتزين الواحد يفكر بشكل بدل ما يفكر از اماشين آآ يستخدم عقله ومشاعره وكده وجدانه ويبدأ يبص للحياة بشكل مختلف. بيبقى عنده طموح آآ اكبر. في كتاب اتعمل من فترة آآ اسمه جود تو جريت. ماشي من جيد الى عظيم. الكتاب ده تلخيص بتاعه برضو انا كنت عامله آآ كده بالعربي حتى مبسط ممكن بقى شاره حضراتكو على الجروب. في تلخيص للكتاب كله. تمام? آآ الكتاب ده آآ تم ذكره وذكر الفكرة بتاعته في كتب الجودة الصحية. اوكي? فده كان الحقيقة من آآ آآ دواعي السروري يعني ان كتاب ده من الكتب اللي انا بحبها قوي. واثرت في آآ تفكيري في فترة كبيرة آآ يعني او فترة خطيرة في حياتي اللي انا حتى عملت آآ السلوجن بتاعه مبدعون. المكتوب تحت اللوجو. تمام? فآآ حكاية دي اللي هي القيم احنا بقولها بالترجمة الحرفية قيم العظمة. لكن المعنى بتاع هالمقصود دي ان آآ ان كلنا كبشر ربنا ادانا جوانا لاستعداد ان احنا نعمل اعمال خالدة. اعمال عظيمة. تمام? ممكن العمل العظيم ده يا جماعة يكون آآ اعمال روائية مثلا. ممكن يكون عمل خيري. تمام? ممكن يكون عمل في التأليف في الكتابة. ايا كان كتابة كتابة علمية او كتابة فكرية ايا كان. تمام? ممكن يكون الكلام ده من خلال التقنية. ممكن الكلام ده يكون من خلال آآ اتكار مسلا نظرية جديدة. او آآ تأسيس فكرة في المنظومات الصحية. او انسان يكون يترك بصمة في آآ مجال ما من المجالات. طبيب مشهور آآ سيدلانية. آآ مثلا نجحة وتترك اثرها. و ويذكر اسمها باستمرار حتى بعد وفاتها. تمام? فمعنى الخلود هنا او معنى العظمة المقصود بيها. ان احنا اليومنا هذا بنذكر اشخاص مش عايشين معانا. تمام? لكن هما اعمالهم هي اللي خلدت ذكرهم. تمام? فاحنا يعني كتير قوي بيتقال وفي النصوص بتاع الاطفال. وفي المدارس حد زي ادرسن مثلا اا اينشتاين مثلا زي ميوتن. اتسراكتير يعني من النمازج طبعا عندنا من الثقافة العربية عندنا زادنسينا. يعني نمازج من الهيسا وغيره. فالريدي اللي بيعمل حاجة آآ بتعيش بتعيش حتى بعد وفاته هو ده اللي احنا بنسميه طيب. آآ رؤيتنا احنا الشخصية ان احنا كلنا كبشر عندنا ان احنا نعمل هذه الاعمال العظيمة. حتى لو كنا كبشر فينا الضعف الانساني. فاذا لا يمنعنا من احنا نقوم بهذه الاعمال العظيمة. بالمناسبة من ضمن الاعمال العظيمة. آآ ان الواحد يكون آآ ام مسلا ام نجحة. او ام مميزة. نقول لك مسلا ام المثالية. تمام? ده عمل عظيم. آآ ايا كان يعني. ايا كان. فمش لازم كلمة جريتنس سينا اقصد بيها. الشكل التقليدي او الفهم التقليد النمطي. ليه? الايه? للحاجة عظيمة. يعني حاجة واو بقى. يعني بورج بقى الاهرامات حاجات من دي. لا طبعا. وده برضو نوع من انواع التسطيح في التعليم اللي احنا اتعلمناه واتدربنا عليه او يعني درسنا على مدار سنوات طويلة. فالفكرة باختصار ان احنا نقدر قوي كلنا لو ركزنا او دورنا على آآ نقاط التمايز جوانا ممكن بقليل بين الصبر والمسابرة والثبات على المبادئ والافكار والتعلم من الاخطاء نقدر نبني خبرة. الخبرة دي تترك بصمة بعد آآ يعني آآ عشرات او مئات السنين تظل تذكر ولو في فئة معينة من البشر. تمان? هقول لكم مثال بقوله للجماعة بقى لما بنكون عندنا محاضرة تنمية بشرية كلام من ده يعني آآ منقول في مثال عادي بن عادي. ايه عادي بن عادي ده? عادي ده اتولد ولادة عادية. ودخل مدارس عادية. وتعلم تعليم عادي. ودخل كلية عادية. وتخرج واشتغل شغلان عادية. تمام? وتجوز جواز عادية. وخلف عيال عاديين. ومات طبعا موتة عادية. تمام? فالسيكنس ده قصد اقول ايه فيه? بالتأكيد الاشخاص اللي ليهم اثر في حياتهم محدش بينساهم لحظة موتهم. تمام? ايا كان الاثر اللي هم اعملوه. وعشان الاثر ده يكون آآ سايب بصمة حقيقية لازم يكون فيه اختلاف. لكنه لو جود انف يعني جيد مايشي? فبالتأكيد هو مش الاثر ده هي ايه? هيروح ببساطة ومحدش هيذكره لانه زيه كتير. لكن ميك انك انت تعمل حاجة مميزة هو ده اللي يخلي اه يخلي الاثر ده خالد وذكره تستمر مهما مرت السنة. برجع تاني بقول للحضرات وان هذا الامر ليس حكرا على حد ان البشر اه غير حد ولا اه مثلا اه يعني جنسية معينة اه على جنسية ولا اي حاجة من الكلام ده. المسألة كلها استعداد وارادة وتركيز على الحاجة هي الايجابية. طيب اه الراجل اللي قال في كتاب من جود تو جريت حطلنا شوية افكار اساسية هي اللي تخلينا نتحول من الجيد للجريت. طيب ايه علاقة ده بالجودة يا دكتور واسيم. اه علاقته بالجودة واضح جدا. ان كلمة جريت ليه علاقة بالجودة. كلمة هي كوالتي. ان انا عمل كوالتي كويسة. مش كده? تمام? او هاي كوالتي. عشان اوصل لكاستمر ساسفاكشن. اوكي? طيب. اه بالتأكيد يعني انا في مرة من المرات مش عارف قلت لكو قبل كده ولا لا كنت في مستشفى في اه المانيا. المستشفى دي كنت بعمل فيها اه يعني معين. المهم كان مكتوب عليها كان مكتوب عليها ايه? ان في بان فري هاستل بانها بان فري هاستل يعني مستشفى مفيش فيها قلم. وفكروني وانا بقى شار لحضراتكم الصورة بتاعتها صايد بتاعها على الانترنت الموجود يعني معروفة. تمام? فحد يقول لي ازاي? ازاي ما يبقاش فيه قلم? فيه مستشفى يتعمل فيه عمليات والناس هتاخد حقا وهتتخدر وبعد التخدير بتأسير هيروح ومشاكل الكلام ده? اه ماشي كويس. طيب بس اللي حط الهدف ده قدامه بالتأكيد بيقرب منه بشكل ما. يعني الشرط ان هو يوصل الشرط ان هو يوصل نسبة مية في المية. ان ما يبقاش فيه قلم. لكن اه لو قلل الالم ده يبقى هو ماشي في الاتجاه الصحيح. وشركة او مؤسسة زي الجي سي اي هي اللي ما اديه له او دي واخد اعتماد على الفكرة بسار شفى دي واخدها الاعتماد من الجي سي اي. طيب. يبقى ده تفكير جريت ولا لقى? تفكير جريت. معناه ان انا عايز حاجة اه بتعمل اه بصمة لما تيجي تشوفيها كده وتيجي تشوفها تحس لا المستشفى دي مختلفة. طيب. اوكي. بالمناسبة المستشفى دي اصغر بكتير وانا بقول لك اهو عشان احنا عندنا صورة سهنية عن الغرب انه يعني الدنيا واو بقى في كل حتة. لا. مستشفى صغير ماشي كبير. يعني احنا على مستوى الابنية عندنا في مصر عندنا مستشفىات قدها خمس مرات. يبقى ازا بالرغم دي انا مستشفى صغيرة لن يمنعها زلك من انها تحلم. او تحاول تحط هدف بالشكل ده. اه احنا اتكلمنا برضو على ناس ناس عملوا في الجودة سموه زيرو دفاكت. زيرو دفاكت. يعني الزيرو دفاكت معنا ما بقاش في عيوب. هل الكلام ده احنا وصلنا له? ايفن بالسكسجما ما وصلناش له. يعني مع السكسجما احنا عندنا في يعني المليون تمام? يقول لك انت في تلاتة واربعة من عشرة فوص. ويعني اخطاء. تمام? كميجر يعني. تقريبا. حتى مع السكسجما احنا لسه ما وصلناش للزيرو دفاكت. لكن كون ان انا بحط ده عندي كابجكتف فبقرب منه. بقرب منه. زي كده ما نيجي نقول طالب في السنوية العامة. حط الهدف بتاعه. حط الهدف بتاعه انه يجيب مية في المية. تمام? فممكن لما ينقص هيجيب تسعة وتسعين ونص سواء من عشرة كلام من ده. لكن لو حط هدف بتاعه انه يبقى تسعين في المية او خمسة وتسعين في المية بالتأكيدة الان كده. فهي ده ده الفكرة. انت عايز تعمل حاجة مختلفة. ممكن تقرب منها حتى لو انت ما وصلتش لها بالشكل الايه? اللي يعني الحرفي. ماشي. الكتاب بتاع جوت ركز على دي. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. اوكي? سبعة دي مجرد يعني جملة اه اعتراضية هنقول معناها ايه في الاخر? اوكي? فمش عايزكم تركزوا عليها بالوقت. انا هشرح لحضراتكم ببساطة شديدة. الكلام ده ممكن يتشرح في تلات ساعات وفي عشر ساعات وخمستاشر ساعة. شوية كلام اللي انا هقوله. لكن انا يهمني لو معاك وراء وقلم وحد مهتم يعني انه يكتب النوتس دي. تمام? انا هكتبها بطريقة فرانكو ارب فهبسط لحضراتكم ايه الفكرة بتاعة هذا الكتاب. فالراجل قالك اول حاجة حاجة اسمها حنشوفه مع بعض لان احنا عندنا من الحاجات المهمة جدا 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 في الجودة. ولا يمكن ان نصل الى اه جودة حقيقية في من غير ما يبقى فيه تمام? فكرة قالك انا مش ببدأ بان الشخص يهبط علي من السماء. تمام? يعني انا مش مستني سوبرمان ان يجي او باتمان او سبايدرمان او اي حاجة او الرجل الاخضر او هريكليز او يعني حتى صلاح الدين او يعني عمر الخطاب او اي حاجة اللي هي التقليدية اللي الناس بتقولها. لا قوي بيقول لك انا عايز واحد نشأ في المؤسسة كان موظف موظف هو كموظف لوحدية تمام? قبل ما يبقى مدير قبل اي حاجة يكون موظف فعال. ماشي? بيعمل شغله كويس. ولما يجي يتعاون مع الاخرين يتعاون معهم بشكل كويس. ولما يجي يتواصل معهم بيتواصل معهم بشكل كويس. ولما يجي يترقى للادارة الوسطى. تمام? بيبقى مدير كويس. بيعرف يحقق بتاعته. بيعرف يعمل الايه? ايه برضو? المانجمنت بتاعته. وبيعمل للناس بشكل كويس. تمام? وبعد كده بقى يوصل الهاير مانجمنت. فده بتاع الراجل اللي عمل لنا الكتاب جود تو جريت. انه قال لك انت ما ينفعش عندي اللي هو بينزل من السنة ده. تمام? لأ انت عايز ليدرشيب عشان يكون صحيح يحقق لك انه فعلا ياخدك للجريت. انه لازم يكون مر بكل المراحل الطبعية بتاعة العمل. ويكون فعال في كل مرحلة فيها. عشان لما يبقى ليدر. تمام? ياخد في الاتجاه الصحيح. سيمبل اعتقد ومفهومة. تمام? ففي اي عمل في الدنيا. طبعا مش شرط ان هو يكون لازم يكون من نفس الارجانيزيشن. مش شرط. لكن ممكن قوي. ممكن قوي يكون اشتغل نفس الشغلانة في مكان اخر وعنده ويروح يشتغل تانية. ده وارد. فيش مشكلة. لكن لو انا بتخيل حد مديرة صيدليات مثلا. او مديرة مستشفى. خلينا ناخد المثال ده بشكل. مديرة مستشفى. وفيه على ادارة المستشفى ما بين صيادلة وما بين الطباء وما بين نيرس. كل بقى بيكمبيت على ادارة المستشفى. طيب. انا عندي مثلا فارماسيست. هي ما كانتش في شغلتها الاساسية. ما كانتش فيها. ما كانتش بتعمل شغلها بطريقة مميزة. مش سايبة بصمة في شغلها كالصيدلانية. او في البسيط اللي كانت بتقوم بيه. تمام? وتواصلها مع زميلها سيء للغاية. وما بتعرفش تشتغل في فريق. كل ما تخش في فريق لازم تعمل مشكلة. اما المشكلة لسوق فهم او انها ما بتحبش اصلا تشتغل في فريق. ولما فوض اليها مهمة بسيطة علشان تقوم بها لم تقم بها بالطريقة الجيد. يبقى ازا مش هتنفع انها لما تيجي تفكر تبقى للمستشفى. مش هتنفع. يبقى لازم كتسأل نفسها الاول. اه انها تمر طبعا انا بتكلم من بتاع الراجل اللي قال في هذا الكتاب. والفوكس ده زي ما قلتلكم في كتب الجودة دلوقتي بتاعتها. ماشي فماش موضوع غريب عن الجودة او موضوعنا اللي انا اللي ضيفه مزاجي يعني. داخل في الايه? الكريكلم والسلبس بتاع الايه? فبقى يقول لك لازم يكون عندك ناس عندهم الاستعداد الوقادة لكن بالترتيب الطبيعي او بالتدرج الطبيعي في كل مرحلة من المراحل. اوكي? باشي. علشان يوصلونا لعمل عظيم. لو بقوا قادة تقليديين والله يمكن يقوم بالعمل بشكل جيد. لكن ده ملوش علاقة بالكواليتي. الكواليتي او الابزيكتف كل ان انا اقول عمل جيد. طبعا وقلنا كلمة جاية كلمة فيك صحيح لكن زيها زي غيرها. لو انا قلت مثلا مستشفى الاصر العيني. اوكي? مستشفى زي السلان. مستشفى مثلا دار الفؤاد. اوكي? في تفاوت. مش كده? طيب لو انا قلت سبعة وخمسين. لو انا قلت مستشفى تعمل دي عقوب. يبقى انا داخل فين? في على طول. حتى من غير ما نفكر كتير يعني. واضحة. طيب. فبالتأكيد اللي اتعمل في المستشفيتين اللي انا قلتهم في الاخر خالص او الطريقة اللي الناس شغالة بيها مختلفة تماما عن الطريقة اللي الناس شغالة بيها في مستشفىات الاخرى. عندنا برضو نموذج مشهور جدا في آآ دكتور آآ غنيم في مستشفى الكلا في المنصورة والنموذج ده بالمناسبة نموذج عالمي. عالمي. اوكي? كلمة عالمي. بمعنى. عالمي بمعنى انه بتاعته انه هو ماشي? ما هوش آآ حد عادي. طيب. يبقى اول فهمناه. وهنشوف برضو كمان شوية. تاني قال لك طريقة زريفة جدا مؤلف الكتاب. قال لك بص الاول انت هتاخد مين معاك? تمام? ده عشان ايه? علشان تبقى جرية تخلي بالكم. وبعد كده فكر هيعمله ايه? تمام? فشوف مين اللي اركب معاك الاتوبيس. تمام? وفكر بعد كده هتعمل ايه? ليه? قال لك لو انت بتفكر في او جريت مشن او جريت فيجن ورؤية يعني عظيمة. فخلي بالك. خلي بالك ان لو انت معك اشخاص مش ما هماش متعاونين. مش عارفين شغلهم كويس. ما هماش سهل في موتيفات. ما عرفوش اشتغلوا مش فاهمين يعني ايه? بتاعت الشغلانة هيتعبوك. مش هتعرف تشتغل بيهم ولا هتعرف توصل بيهم لاي حاجة. وفعلا هزي هي الحقيقة المجربة. وليحنا شفناها في اماكن كتير. تمام? فبالتأكيد قبل ما افكر في التفاصيل الصغيرة اللي انا هعملها او اللي عايز اعملها لازم اشوف الاشخاص على شاء يقوموا بيها. عايز اقول لحضراتكو في الشركات الكبرى. لما بيجوا يختاروا الموظفين بيختاروا الموظفين اللي يشبهوا الكالتر والفاليوز بتاعة الشركة. طبعا انا يعني اتركوا قبل كده اشتغلت فترة طويلة في جي ان جي وهورى لحضراتكو نهاردة الفيديو. عن الكريدو او مساق الشرف بتاع جي ان جي على مستوى العالم. تمام؟ وازاي بيبيلد الفاليوز دي واي حد بيشتغل في جي ان جي لازم يكون عنده الفاليوز دي واضحة وبيطبقها وفهمها كويس. تمام؟ اوكي ففرست هو دين وقت. شوف مين اللي معاك بعد كده شوف هتعمل ايه. يعني واجه الحقائق. ولا تاتا ايه جنابها. مشكلة كتير من المؤسسات ان هما بيقوش عايزين يعرفوا الحقيقة. ليه؟ لانها مرة او مزعجة او بتديقهم او بتحسسهم ان في مشكلة كبيرة. طيب مشكلة الكبيرة دي قد تصبح مثل كرة الثالج. بيمرور الوقت. ممكن تصبح انها تبقى شبه كرة الثالج. بمعنى ان انت كل شوية عمالة بتكبر عمالة بتكبر عمالة بتكبر عمالة بتكبر. زي بالزبط كده تعافين لما واحد ياخد قرد من البنك او يتعاود مسلا ان كل لما تحطف مشكلة في ازمة مادية يقوم واخد قرد. اوكي? وهو مش عامل بلان انه هيسدد القرد ده او يعني الاغصات بتاعته بيزد على الداخل بتاعه. هو كل شوية بضمان كزا بضمان كزا بضمان كزا. لأ من هنا لأ من هنا. تمام من ده. ماشي. فبقى بياخد قروضنا اربعة خمس ست بنوك. ويفاجأ لها نفسه في وقت السداد عمال بي ايه? بيأجل بيأجل فالفوائد عمالة بتزيد كل شوية بدل ما كان عنده المشكلة في خمسين الف بقت المشكلة في تلتمائة الف وربعمائة الف مشكلة في خمسمائة الف كل ما ده. ليه? لان هو مش عايز يواجه المشكلة. تمام? معينه لو واجه المشكلة في وهي في نصها مهما كانت الحقيقة مؤلمة لكنه هيختصر على نفسه الايه? وانا بقى نقلقه خبرات حياة والله. يعني انا بقول الكلام ده لله يعني انتم زي اخواتي. فصدقوني. ده ببقى مطلوب جدا لما الواحد يكون واخد قرار خاطئ. ايا كان. سواء على المستوى الشخصي او على مستوى العمل. مستوى السفر. على مستوى العلاقات. ايا كان. فلازم يواجه القرار ده بوضوح او يواجه التحديات دي بوضوح وما يحاولش يهرب منها لان ده اسهل حل. اسهل حل. على الرغم ان هو ممكن يكون مدايقه. تمام? ممكن يختار الوقت المناسب بس. مش معنى ان يختار وقت المناسب ان هو يقعد ايه? يأجل 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 يأجل. لان بعد كده هيكتشف ان المشكلة بقت عشر مشاكل في بعضها. تمام? فكانفرانت انت بتشتغل وعايز تبقى طيب حاجة مثلا زي احنا مستشفى صغيرة ما عندي ناش ماشي ودي من الشكاول انا بعيشها يعني ليل ونهار يعني مع اصدقائي وزملائي وآآ يعني اخونا من السادلة اللي عندهم مشكلة مواجهة تالنج تالنج في آآ الناس مش قبل فكرة او عايزين يطبقوا والناس بيقول لهم طبقوا بس ما مش عارفين يطبقوا السيء. عايزين يعملوا بشكل كويس بس مش عارفين يعملوها السيء. تمام? تيجي تسأل اي حد لو حد حتى ممكن يكون الحد اللي انا بقولوكو عليه ده ليدر او بلاش ليدر في المكان بتاعه. مدير يتصادلات. تمام? وعندها وعندها باور. بس مش قادرة تواجه الحقائق اللي عندها. ماشي? الحقائق دي ممكن تكون هي خايفة من آآ دكاترة معينين. خايفة ان يضيع منها الشغلانة. تمام? فلا بدم انت عندي عايزة توصالي ان كنت تسيبي اثر عظيم. اثر مميز. تمام? اثر يستحق ان الناس تلتفت اليه وتنظر اليه بالاكبار والانبهار واليعني شعور بيعني السعادة والفرح به. وما بين انت هتستمر زي ما انتي او تشتغل بنفس الطريقة اللي انت بتشتغل بها. فلازم تواجه الايه? المشكلة او قائمة. ايا كان. احيانا في بعض الاشخاص. بعض الاشخاص. في بداية آآ شغلهم بيبقى عندهم آآ ممكن يكون التشالنج ده له اعتبارات لها علاقة بالافكار بتاعة البشر. ان كل واحد جاي من بيئة مختلفة. تمام? وفي ما تقول لك كده عن جماعة بتقول ايه? يعني الخريطة ليست هي المنطقة. فلما يجا اقول لك دي مصر على الخريطة او دي السعودية او دي السودان او دي امريكا على الخريطة بالتأكيد دي مش مصر ولا دي امريكا دي صورة تصور زهني لها. تمام? كذلك الاشياء او القيام وقناعات الناس بيكون لها تصورات كل واحد شايف من وجهة نظره الامور بتتعمل كده. شايف من وجهة نظره ان الحياة او الحقيقة هكذا او النصح كده. تمام? لزلك انا اللي ميجي واحد يقول لي في الواقع بقول له ايه? البحر مليان كواقع. تمام? يعني ايه? بالواقع بتاع مين بالزبط? وليه بتفترض ان هو هو الواقع? الواقع ده من رؤيتك انت. ناجي? او تقول لي الصواب. الصواب بالنسبة لمن? عشان كده احنا عندنا حتى في في قولنا في ان احنا بنشوف بنتأكد من مدى دقة المعايير نفسها. بننتقد المعايير. طيب يبقى معنا الكلام اللي هي اواجه الحقائق. يبقى اول حاجة لما هنشوفهم كمان شوية وهو خمس الدرجات لازم يمر بيها القائد ده. شوف مين معاك الاول وبعد كده هتعمل ايه? تمام? يعني يواجه الحقائق ولا تهرب منها. نيجي بقى الهيتش هوك كونسبت. الهيتش هوك ده جماعة اللي هو الانفد. تمام? الكونسبت بتاع الانفد معروف ان هو بيطلع منه كده مشي. في شكل معين او لو ما تكون حاجة ما هيش تابعه او في خطر حواليه بيبدأ يعمل ايه? يعمل حواليه كده اه زي سيركل او بيحط نفسه في سيركل والسيركل دي بقى فيها وممكن تكون على اه لو حد قرب منه. تمام? طيب هو عايز يقول ايه? بيقول لك ما تستعجلش. ما تستعجلش. وقفل على نفسك بالنسبة للهيتش او كونسبت ده. انت مش هتبقى مش هتبقى في يوم وليلة. وخلي بالك ان ما هيش بمعنى رؤيتك ما هيش بتتحقق المهاردة ولا الاسبوع الجاي ولا الشهر الجاي ولا حتى السنة الجاي. انت عندك رؤية بعد خمس سنين بعد عشر سنين. فحاول انك انت تقفل على نفسك وتدي لنفسك الفرصة للايه? للتعلم وللتجربة والاكسبانشن. وانك انت تعلم من اخطائك وتدي الفرصة انك انت تطمح في الافضل. بدون ما تعاقد نفسك بان انت ما قدرتش انك توصل للجومب البعيدة قوي في خيالك مرة واحدة. تمام? ولو سألتك اي كيان كبير وضخم ومؤثر شوف الكاسكيد بتاعها والمراحل اللي مر بيا هتلاقيه بدأ من مراحل هزيلة جدا ومراحل ضعيفة جدا وبسيطة جدا. لكن كان شايف نفسه شايف نفسه هناك في مكان بعيد. الكلام ده يا جماعة مش كلام خيالي ولا آآ نوع من المبالغة ولا نوع من التحفيز الفاضي او كلام. لا دي حقيقة. اي حاجة الانسان عايز يحققها. باذن الله طبعا. وبيبذل كل الاسباب. وبيركز فيها. وبيشتغل فيها باخلاص. وبيحاول انه يتعلم من اخطاقه. ويستفيد. ويزود نفسه معرفيا. ويواجه نفسه باستمرار. ويحط النفسه معيه. وتقرر نفسه بالاخرين اللي هم افضل منه. لازم هيكبر. حتى ولو بعد سنين. تمام? لان دي سنة ربنا حطاها في الارض. ماشي? ايه اللي? اه او انتجي او اه اللي بيعتبر ان الحياة حظوظ وحر. خليه تفرج بقى. تمام? فيعني اللي بياخد القرار في انه هو يكون مؤثر وانه يعمل شيء للقيمة. ده في النهاية بيبقى قرار نابع من جوه. فكذلك برضو العشان كده هو الراجل قالك ايه? قبل ما تتحرك قبل ما تتحرك بالباس بالاوتوبيز بتاعك شوف هيركب مين معاك. هو اعتبر الباس ده اللي هو رايح رحلة من جولد تو جريت. كأن دي مدينة اسمها جولد والمدينة اسمها جريت. مثلا يعني. فبتحرك بناس رايحين في الراحلة دي. فتخيلوا بقى مين اللي سايع? لازم يكون لفل فايف مين اللي راكب? اللي هما الفرس تو. سيواجه مثلا عقبات كوتش فرقع. احتاج انه هو اه حصلت حادسة مثلا زي اه حصلت معايا مبارح دي مسلا. اي مشكلة المشكلة تبقى لازم يواجه المشكلة. اه ممكن بقى يكون المسافة طويلة. اوكي? ما يقولش النفسه انا عشان ما وصلتش للمدينة اللي اسمها جريت. انا وصلت عايز اوصل الاول للمدينة اكس واي وزد اللي في الطريق. تمام? بعد كده ابقى اه اكمل. يعني الامور بتيجي على مراحل. كلمة يا جماعة تعني الالتزام. كالشر اف ديسبلن. تعني الالتزام. وهنا الالتزام بمعناه العام مش بالمعناه التقليدي. الالتزام بالبيجن. الالتزام بالالتزام بالمعايير. الالتزام بالالتزام يعني لما يجي القادة يكلموا الناس او اللي بيشتغلوا معاهم. بيقولوا والله احنا متفقين على واحد اتنين تلاتة. خلاص بالكلام ده. الناس قالت احنا وموافقين وهنلتزم بالتطبيق. ما يجيش بقى ايه? ساعة التنفيذ يلاقي فلان عمل فلان عمل خمسة سبعين في المية. فلان ما عملش خالص. تمام? فلان عمل عشرين في المية. يبقى ده مشكلة وهي ايه? يبقى عشان توصل لجريد انا عايز يبقى انا ما اتكلمتش هنا على خلي بالكم ولا 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 اتكلمت على حاجات خارقة. كل الكلام اللي هو بيقوله دلوقتي حاجات قابلة للتطبيق لو الناس تفكروا في السيكونس. اخر حاجة اللي هي تكنولوجي تكنولوجي اكسلريترز. يعني ازاي تستخدر التقنية فانها تسرع تسرع ادائك تخليك افضل. التكنولوجي دلوقتي يا جماعة احنا بنشوف فيها الحلول الغريبة والعجيبة والمدهشة. شباب في ما بين التلاتين والخمسة وتلاتين. ادروا من خلال بعض البسيطة اللي احنا كلنا بنستخدمها ان هما يبقوا من اصحاب رؤوس الاموال الضخمة جدا ووصلوا ريالة الاعمال. عايز اقول لكم تابعوا بس اي برنامج بتكلم عن ريالة الاعمال. هتلاقوا حاليا تمانين في المية. تمانين في المية خلي بالكم ده رقب مرعب يعني. عشان بس لو احنا مش واخدين بالنا منه لازم ندركه كويس. انا بقول ايه? تمانين في المية من الاشخاص اللي حققوا ريادة اعمال. ايا كان خلي بالكم بما فيهم الهيرف كير. وحققوا بيزنس كبير خلال العشر سنين اللي فاتوا كانوا او مطورين للتكنولوجي. استخدموا التقنية. بشكل ما? فلو انا مش حاطت التكنولوجي في جماغي مش عارف اتعامل معها ازاي ومش مستوعب اهميتها يبقى ده مشكلة مشكلة كبيرة. تعارفين انا لما بقعد اتكلم مع حد من الناس الكبار في السن. بقى لقيهم. اه يعني طبعا التقليديين وفي ناس كبار في السن وبيستخدموا التقنية وبيستخدموا السوشيال ميديا ومتفاعلين جدا وليهم يعني انتاجهم حاجة محتربة. لكن انا بكلم مع ناس التقليديين اللي هما اه سلموا نمر من زمان. يعني قبل ما يغدروا لربنا وطلعوا لربنا. هما قرروا ان هما يسافروا من الدنيا بدري. ماشي? على الرغم ان هما ربنا ما ديون فرصة ان هما يتركوا بصمتهم. لكن هما قرروا ان هما يبقوا تقليديين اكثر من اللازم. فينظر التقنية يقول لك من ساعة انا بقول لكم الكلام يعني يتسمعه قريبا. يقول لك من ساعة ما الموبايلات دي انتشرت في بلادنا هي اللي جابت الخراب. الانترنت ده او النت ده هو اللي باز الدنيا. اللي مش عارف التواصل الاجتماعي دي تسببت في زيارة حالات الطلاق وزيارة. يعني باصص الامور بالنحية بس. ليه? لان هو بتكلم عن شيء مش فاهمه. تمام? ويقول لك الناس اعداء ما يجهلون. فلا ان هو مش فاهمه فبيعتبره شيء وحش. تمام? طيب. الناس اللي عملت بيزنس كبير جدا من خلال استخدام التكنولوجي. يا جماعة ده في دلوقتي مجلات وجرائد عالمية قفلت خلاص انها بدأت يعني تبطل تطبع ورق. معادش حد بيشتريه. فاضطروا يحولوا يعني الجورنال الى ويبسايت. اجبالي. لان العالم خلاص بقى بيتكلم بلغة مختلفة. حاليا في ناس بتعمل في الانفورميشن تكنولوجي. قدرتها على انها ازاي تحفظ على المعلومة او ازاي تحلل المعلومة او تعطي المعلومة. كل ده تخيلوا بقى يعني واحد عامل شركة لسه آآ جزء من برنامج شايف ومبارح واحد مصري بالمناسبة في امريكا. ناجح جدا في ريادة الاعمال وعمل آآ وعمل خدمة خدمة تحليل البيانات. يعني مسلا حضراتكم مسلا عايزين تأسسوا آآ دراج انفورميشن سنتر. ماشي? آآ مسلا يعني. بقيه بناء على دراج انفورميشن سنتر ده انتوا عايزين تشوفوا لو انتوا حاطين كريتيريا انو عايزين نوصل نبقى من احسن عشر مستشفيات عندها آآ مركز المعلومات الدوائية او دراج انفورميشن سنتر. فبتقوموا تتواصلوا مع الشركة دي تجيب لكم تحليل وتفاصيل عن افضل عشر مسلا يعني افضل عشر مراكز آآ معلومات الدوائية على مستوى جمهورية مصر العربية او في الوطن العربي. مسلا يعني معاييرهم ايه? الناس اللي بتشتغل فيهم بيستخدموا شكلية. ايه عدد الموظفين الخبرات اللي بياخدوها العدد السنين اللي هم اشتغلوا فيها. ازاي بيعملوا ايه اللي بيتعاملوا معاها? ايه الواخدنة? ايه الشهادات الاعتماد الواخدنة? تواصلهم ازاي مع الدكاترة? كل الديتيلز دي. هي دي? هي دي? سبب الباور الحقيقي هي المعلومة. فده واحد هيتعب علشان يجيب المعلومة. ويحللها. تمام? ويحط التفاصيل بتاعتها. ويبعدها لمن يريدها. بالتأكيد اللي عايز يعمل بيزنس. ويكون مميز وناجح فيه. هيدفع في هذه المعلومة. هيدفع تمن للمعلومة. وده واحد البزنس بتاعه كله كده. مجرد انه بيباصي معلومات للي عايزها. انت بتاع الزراعة ومحتاج معلومات في مجال معين? اخد. فضل. انت بتاع صناعة وعايز معلومات في انتاج مش عارف ايه? طب خد. انت بتاع مش عارف تنقيب عن المياة الجوفية مش عارف الاي حاجة? طب اجيب لك معلومات وحللها لك ودهي لك ودهي بتاعتي وعرفك. تمام? والدهيل. اوكي. والكلام ده كله مقابل. تمام? فالعالم الان نحن اصبحنا يا اصدقائي في عالم او في عصر انتاج المعرفة. كنا بنقول من فترة قريبة المعلومات او عصر ثورة المعلومات او انفجار المعلومات. الكلام ده بقى موضة قديمة. خلاص. احنا الزمن اللي بنعيشه دلوقتي اسمه عصر انتاج المعرفة. فاللي عنده انتاج المعرفة او اللي عنده القدرة على تملك المعلومة واستثمرها وتوظفها وبيعرف يتعامل مع الادوات الحديثة وبيعرف يتدرب عليها بسرعة ويطورها ويضيف فيها هو اللي هيكون له مكان افضل في المستقبل. عايز اقول لحضراتكم واحد فني بتاع اي تي سوري يعني ممكن نبقى مش مهندسة ولا حاجة. بس ايا كان بقى بكاروس تجارة او اي حاجة يعني. وتعلم. عنده كويسة في التعامل مع ازاي يعمل او يستعامل من خلال صح في مستشفى من المستشفى. تمام? يعرف يعمل. ده هيبقى مكانه اهم من صيدل. معقولة? اه. هقولوكوا ليه? بمطاع البساطة. هو هيقدر يعمل انترانيت. الانترانيت ده. هيوصل اه الداة لكل الناس اللي شغالين في المستشفى. كل كل الاقسام. بكل اه اللي بيسموه ايه الادوار. تمام? في المستشفى. اه ازاي يعرف يوصل للمعلومة والصح وبسرعة? ازاي يعمل محطوط عليه بتاعت ويعرف يجيب المعلومة من اي موقع من المواقع? كل الكلام ده تكنولوجي. ماشي? اه زاكر انت عشر سنين في كلية طب. بزاكر خمستاشر سنة في صيدالة وماجستير ودكتوراه. ما علينا. طب وبعدين في النهاية التكنولوجي انا بس يعني بعمل على القصة دي عشان لازم نبقى عارفين ان ايه دي لغة العصر. لغة العصر. اللي مش هتعامل مع التكنولوجي او هيبصلها على انها شيء غريب او خايف منه. يبقى هو اللي ايه? اخد موقف تجاهها. التكنولوجي ما ينفعش نقول احنا مش بنحبها او ما بنعرفهاش حاجة اسمها كده. ما فيش حد فينا يتولد بيعرف يستخدم الانترنت. انا واحد متجيل من الاجيال. ومش عارف اذا كان في حد من نوك ويعني من نفس الجيل ولا. بس انا انا جيلي انا 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 فقول الاربعين. اتعلمت النت او التعامل مع الانترنت تقريبا نقدر نقول في اواخر العشرينات. بداية فهم او ان انتي بقى جزء من حياتي بشكل ما بشكل ما مش بقول شكل كامل بعد التلاتين. ماشي? طيب. انا اولادي بيلعبوا بالايباد او بس ابن الصغير اللي عنده خمس سنين. بيلعب بالايباد وبيفتح اليوتيوب وبي يعني بيتعامل مع الكلام ده من هو عنده تلات اربع سنين. تمام? فعنده الخبرة بدل كتير قوي مني. يعني اول ما مسكت جهاز انا فاكر ما كنتش عارف اتعامل معي. تمام? وبضحك لما شوف خالي اللي هو استاز في كلية هندسة. استاز في كلية هندسة اه? تمام? بس ميكانيكا باور. بيتدايق جدا وبعد معدس ستين بيتدايق جدا من موبايل التوتش. يقول لك يا بيلخمني جدا انا محبش موبايلات التوتش اللي بدايقني. تمام? ويفضل ماسك الموبايل اللي هو بزرائر علشان هو مش قادر تعدد مع النيو تكنولوجي. برغم من المفروض ان هو في الاصل. يعني لازم يتعمل مع الحاجة الجديدة بيروح اه متقبلة. ودي بقى ثقافة خلي بقى لكم التعليم يعني. التعليم. لان برضو احيانا نحية الاكيديمية بتعمل قولبة للدماغ. هي بتفضل كده بالكلام بتكرره بنفس الطريقة بنفس الاسلوب. انا عايز اقول لكم من فترة ما احتراب لطبعا لكل اسات زيتنا. انا بقول لكم ده خالي يعني فاكيد طبعا انا بعتز به. بك انا بقى لكم دي ثقافة جيل او افراد مش حابين يعملوا اي او بيتعاملوا مع اي تغيير على انه شيء وحش. او شيء مؤذي. او شيء هيوجع دماغهم. مش معناها ان هما ناس مش اه مش او نفس يعني لزكاهم اقل بالعكس. يمكن ناس يبقوا عبقرة في مجالاتهم. لكن هو اخذ موقف الموقف ده هو اقنع نفسه بيه. لكن ما هواش حقيقة. فكل شيء في الدنيا جديد ده احتاج ان انا ادرب نفسي عليه. عشان اتقبله. فلما اقول لنفسي انا بحب التكنولوجي. تمام? عايزة اتعلم. فيش مارع ان انا اكتسب الخبرة دي. بدام انا هستفيد منها. تمام? بدام هتضيف لي جديد. تمام? بدام هقدر اتعامل معها. وآآ يعني واقدر اقول ده انا بقى عرفت الحاجة الفلانية. اضفتها الى سجل خبراتي. ليه? ليه اخاف منها? او اتراجع. دي القصة اختصار شبيل. طيب. يبقى نشوف الكلام ده من خلال الدايجرام ده. رجل قال. جد تجريت ده جرني. لبل 5 ليدرشب. فشتو ذنوات. كونفرنت. ذه بروتل فاكت. هيتش هوك كونسيط. كالشر اوف ديسيبلن. تكنولوجي اكسلريتر. وقالك انت كده تقدر تعمل بريك ثرو. تمام? تفضل ماشي. باستمرار في هذه الدائرة. والتطوير ماشي المستمر. ستصل الى انك تصنع الفرق. الجزء بتاع اللي هو الليفل فايف ليدرشب. اهو من تحت خالص. قالك هايلي كيبيبول انديفيدول. هايلي كيبيبول انديفيدول. انا الكاترة. اللي معايا بس يكتب واحد عشان اتطمن ان انتم معايا. اوكي. تمام. اوكي. من الاول خالص زي ما انتم شايفين تحت كده. هايلي كيبيبول انديفيدول. يعني ايه? ميكس. روداكتل كونتروبيوشن. ثرو تالنت. نالج. سكيلز. عنده العادات. تعرفين العادات كتاب العادات السبعة الاشخاص الاكثر فعالية. كتاب ده من الكتب الاساسية والمهمة جدا لأي حد عايز يكون فعال في حياته بغض النظر عن شغله. واحنا دائما بنقول ان الشخص اللي عنده يعني عادات الانسان الفعال على المستوى الشخصي بالطبع بيكون فعال في البزنس بتاعه. ليه? لان ده حاجة اه انسان بتربع عليها فبتبقى ثقافة. وفي الغالب محدش بيتعلم الحاجات دي في اه لا في الجامعات ولا في المدارس وبالتأكيد محدش بيصبر عليها في الشغل. لان ببقى عايزين الناس تكون جاهزة بها. انها تكون ايه? بي برو اكتف. بي برو اكتف. كن مبادرا. يعني ما تستناش المصيبة تحصل وبعد كده طبعا الكلام ده انا بتكلم في على فكرة. اللي هو ينطبق عليه العادات السبعة بتاع الاشخاص الاكثر فعالية. اللي هي اول حاجة. تمام? تاني حاجة. ابدأ والنهاية في ذهنك. يعني انت شايف و النهاية في في دماغك شايف المخيلة بتاعتك. تالت حاجة. حاول ان تفهم الاخرين حتى يفهموك. يعني بادر انت الاول. ما تقولش الناس مش فهماني. حاول تفهمهم عشان هما يفهموك. اربعة. يعني رتب اولوياتك. اعمل ادارة لوقتك صح. ما تهدرش وقتك فيه اعمال مش مهمة او قابلة للتفويد. تمام? خمسة. وين وين? تعمل مع الاخرين بمبدأ الفوز للجميع. يعني نحن نكسر وانتم ايضا تكسبون. ماشي مش مشكلة. النقطة اللي بعد كده العمل كفريق. العمل كفريق. تواصل جيدا وسن المنشار بتاعك. اللي هي اخر عادة سن المنشار بمعنى ان انت كن مارنا وتطور من نفسك باستمرار. دي هي العداد السبعة. وطبعا مكتوبة بطرق كتيرة جدا وموجودة في اماكن كتيرة. لو حبين يعني وانا عمل طبعا بشرح فيه ده كورس كامل. اه لو حبيين يعني ممكن ده يبقى اه ممكن ادهولكو في اي وقت والكتاب موجود وفيه ناس عاملينه تلخصات بطرق مختلفة بما فيها بما فيها فيديوز يعني طيب بعد كده هنا اهو يعني مدير ناجح اهو قائد فعال تمام يجي هنا بقى الليفل فايف اللي هو ايه يعني شخصية عنده ملكات شخصية تمام نفس الوقت عنده ارادة احترافية يعني مش ارادة في الفاضي اقول لهم يا جبعة احنا سنبني مستشفى عظيمة او سنصنع المقد او الكلام الكبير ده مش هو ده الليفل فايف لازم يمر بالمراحل دي تمام طبعا احنا هندرس طيبس تمام وانواع وهندرس كمان الهيلث كير الهيلث كير لان ده لو كمان بقى له كرايتيريا كرايتيريا تختلف عن الليدر العادي تمام فمش بس احنا بنتكلم في مانيجمينت لا كمان الهيلث كير دخلوا الليدرشب برولز وقواعد اه مختلفة طيب عايز اقول لحضراتكم نقطة كمان على الحتة بتاع في حتة برضو زريفة وجميلة مش عايز برضو استطرت قوي في كل التفاصيل بتاع الكتاب بتاع جوتو جريت انا كل اللي همين فيه لحضراتكم تعرفوا الفايف او سيكس بوينت اللي احنا قلناهم وبعض التعريفات الفكرة هنا بتاع الهيتشكوك كونسبت ازاي انت تعمل من خلال او سري سيركيز دول هيعجبوكو او هيعجبوكو او هنا بقول ايه يعني الشيء اللي انت تجد فيه نوع من التعاطف والحماس والرغبة في عمله what you can be best in the world ايه الحاجة اللي انت تطلب هتكون مميز فيها في العالم what drives you economic engine تمام يعني الباشن والحاجة اللي تكون فيها كويس هي دي اللي هتجب لك انكم تمام تمام ولما يجي لك انكم هيزود عندك الايه احساسك بالرغبة الاستمرار والتطوير ان انت ازاي تكون افضل بعد كده هتلاقي او او يكون اكبر فمش هبدأ مش هخلي الدافع عندي اننا من البداية هو ازاي اجيب فلوس اكتر لا انا هبدأ ده على فكرة برضو ده اتكلم على ايه يا جماعة اللي هو من جوت جريت اللي عايز اه اللي عايز تجد بس الواحد هو خلاص اوكي ماشي وده قراره لكن بيزد على بتاعت الكواليتي اهو قال شوف الاول انت بتحب ايه وازاي تقدر تكون مميز في تمام وده هو هيكون اللي هيجيب لك الفلوس مش خلي الهدف هو الفلوس بشكل اساسي فطبعا دي او دول مش هما التقليديين او اللي تعودنا عليهم في اه يعني في حياتنا او او في طريق دراستنا او تعلمنا او شغلنا ما تعودناش احماع لكي بس سينلي لو فكرنا بالشكل ده احنا ايه المميزين فيه وعلى فكرة انا عايز اقول لكم انا في علاقاتي بالناس كتير اشتغلوا معايا ويعني حضروا معايا حتى حاجات في بعض البرامج في الكلام ده لمجرد احنا بنحاول بنحاول نساعدهم نقول لهم يا جماعة انتو عندكم نقاط القوة في الحتة الفلانية اول ما بيعملوا فوكسينج عليها وبيصدقوا نفسهم وفعلا بيبدأوا يشتغلوا بيلاقوا اوتبوت واوتكم ما كانوش يتوقعوه ما كانوش يتوقعوه ليه هم عاملين نفسهم يعني مقللين من قيمة نفسهم تمام فوات اوو الحاجة اللي انت بتجد نفسك اه منتشي بتحفل ان انت بتعملها تمام وبالتأكيد ده لا يتناقض مع بالمناسبة يعني انتو ممكن تشوفوا الناس اللي هم عملوا في اه في العصر اللي احنا عايشين فيه لو انت جت تشوف مسلا حيات واحد زي بيل جيتس ولا ستيف جوبس ولا اه يعني اي اسم من اه الاسماء الكبيرة جاك ويلش او غيره او غيره هتلاقوا الاسماء دي الناس دي كانت ممكن تشتغل اربعتاشر ساعة في اليوم بتقوم بقدري قوي نعم متأخر ممكن تنسى انها تتاكل ممكن تنسى حاجات كتير قوي ممكن تبقى بالنسبة للناس تنى انا قدرش تعيش من غيرها في سبيل انها مستمتعة باللقاء بتعملها في سبيل انها حاسة انها هتغير العالم حاسة ان تعمل شيء مميز مش زي غيرها اه ويمكن دايما انا بقول بنصح يعني ان الناس تشوف الفيديو تاع وهو بيعرض الايفون لاول مرة اعتقد 2007 موجود على اليوتيوب وممكن في مرة من المرات لو في اي عندنا في الوقت ممكن ابقى اوري لحضراتكم من خلال طيب ماشي ايه دوم لوب دي بقى خلي بالكم ايه ايه دوم لوب ده اللي هو السيناريو المخترح لمن سيرضى بانه هو يكون جود بس طبعا disappointing results يعني نتائج محبطة وغير متوقعة تمام reaction without understanding تفاعلات او ردود فعل من غير فهم تمام من غير استعاب للموقف نيو داريكشن بروغرم ليدرز ايفنت فور اور اكوزيشن تمام ماشي نو بيلد اوب نو اكيوميليتد مومنتوم طبعا السهم هنا نازل لفين لتحت دوم لامب يعني لوب يعني الايه ان انا واخد زي مولك تعالف اخد السفينة او المركب وتغرق تعالفين تعبير المركب بتغرق اه اه التعبير شهير يعني ماشي المركب بتغرق بنا تمام ده الكاسكيت تمام اه اه فهنا اه النيو دايركشن بروغرم ليدر ايفن كل الكلان ده مش موجود خارج نطاق الخدمة يبقى بالتأكيد نو بيلد اوب مفيش فيه بناء نو اكيوميليتد مومنتوم المومنتوم هنا معناها اه انتعارفين يعني يقولك ان انما اه النار من مستصغر الشرر تمام واول السيل قطرة ثم ينهامره تمام يعني التعبير كده يقولك ان اي حاجة في الدنيا بتبدأ بجود صغير اللي هو المومنتوم ده وبالتراكم بناء عليه بيحصل نمو تمام فالكاسكيدي ده لو احنا ما اخدناش دي ال الكلام اللي احنا قلناه في الايه from good degree يبقى ببساطة شديدة احنا عرفنا يعني ايه five leader tip style عرفنا يعني ايه ان احنا هنواجه المصاعب بتاعتنا مش او التحديات بتاعتنا مش هنتنشها تمام واجهها اه بمنتهى الشجاعة والوضوح وعدم الخداع الشفافية وان احنا نتعلم من الهاتش ده اللي هو اللي هو style بتاعه انه بيحاول يقفل على نفسه وبرضو ان انا بخلي الدافع عندي حاجة بحبها ومميز فيها هي هتجيبلي فلوس مش انا بشتغل عشان عايز فلوس فهم اشتغل حاجة انا مش كويس فيها ومش بحبها وبالتالي يبقى انا بخسر تمام فلاس بقى ال الالتزام الانفورميشن اكسل ريشن ازاي استخدم التكنولوجي في انها تخليني اتحسن لقدام اوكي فاضل اقول لحضراتكم على بعض الامور البسيطة على اه الاورجانيزيشن استراتيجي ماشي على الاورجانيزيشن استراتيجي في بعض الحاجات الكي لازم نبقى عارفينها هاوريكم بس الجزء ده واقول لكم على حاجة اسمها السيفن اس اوكي واقول لكم على حاجة اسمها السيفن اس وبعد كده هاوريكم فيديو صغير جي ان جي ونبقى خلصنا انها كل اللي انا مطلوب من الجزء اللي احنا قلناه في الاول الجزء اللي احنا قلناه في الاول ان نعرف الكذا تعريف اللي احنا ذكرناه تمام والااااا اه الدوم دوم لوب اللي احنا بتاع ال الي للمركب للتغرق دي كسكت بتاعها ونبقى فاهمين دي طبعا احنا في هناخد معلومات اكثر عمقى نقطة تفصيلا تمام? دلوقتي بتنقل لموضوع مهم جدا اللي هو الكور اللي هو الكور بتاع الايه? يعني ايه استراتيجي? يعني تمام? وهنعرف بعد كده حاجة اسمها تمام? نبقى عندي في جول وفي 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 حاجة اسمها هنعرفهم بعدين بس واحدة واحدة. ايه الفيجن? الفيجن تعني رؤية او نقطة في المستقبل عبارة في الاصل عن ارقام. تكون في الاصل ارقام. يعني رؤية مثلا بتاعت سافولة ارجو نكونوا بتكتبوا وراها الكلام ده لان انا هقوله بشكل مختصر جدا ومفيد يعني. يعني الحمدلله بالخبرة بنعرف نلخص الكلام بشكل اه في اه في جمل مختصر. فالرؤية معناها نقطة في المستقبل. فيها نوع من الخيال. وبتتلخص في ارقام. في مثال تلت خمسات. تلت خمسات ده الرؤية بتاعت شركة سافولة للزيود. شركة سافولة للزيود. قال لك خلال خمس سنين سنبيع بخمسة بليون ريال من خلال خمسمائة موظف. يبقى دي رؤية. ماشي? بالتأكيد الرؤية دي مش معمولة يعني مش يعني مش كلام كده بتقاله خلاص. لأ الرؤية دي معمولة بلانينج. والناس لازم تكون لها مع الموظفين. تمام? المفروض خلال الخمس سنين بيمر عليهم سنة سنة وسنة ويشوفوا هما وصلوا لأديه من البجن. الميشن تعبر الميشن تعبر عن القيم والمنتجات. تمام? طبيعة الخدمات اللي بتقدمها الشركة وتشعر بالفخر. رسالة. رسالة ممكن تبقى من عشر اتناشر كلمة. تمام? وزا كان الفيجن الصح في الفيجن انها تكون حروف. سوري انها تكون ارقام. الصح في الميشن انها تبقى كلمات. تمام? هتديكم مثلا مثلا مثال لي الميشن بتاعة ماكدنالد مثلا. مطاعم ماكدنالد. قالك ايه? اشباع شهية العالم من خلال انتاج طعام جيد بسعر مقبول. اشباع شهية العالم من خلال انتاج طعام جيد بسعر مقبول. يبقى كده ماكدنالد حددت الماركت وحددت المنتج بتاعها ومواصفاته ايه? وتشعر بالفخر لانها بتقول اشباع شهية العالم. اعتقد بي حاجة كبيرة. طيب. بعد كده بيجي الكلام على الفاليوس. طب الفاليوس دي مفروض تكون هي اساسا هي المحركة للرؤية والرسالة. كلمة يا جماعة اي ما له القيمة بالنسبة المؤسسة. مش القيمة بالمعنى الايه الديني او المعنى المعروف عندنا. يقول لك القيم والمبادئ والكلام ده. لأ. يعني ممكن تبقى القيمة الربحية بالنسبة لها. شركة اه الهدف بتاعها او القيمة عندها انها لازم تكسب اه اكتر. انها تبقى ماركت ليدر. دي قيمة. تمام? اه ماركت ليدر يعني رقم واحد في السوق. اه من ضمن القيم انها الشفافية. مثلا. من ضمن القيم اه الانضباط. تمام? من ضمن القيم الجودة. من ضمن القيم سرعة الخدمة. تمام? من ضمن القيم. ولكن احنا اه بنعمل احنا علاقتنا مع العملة بنعتبرهم بارتنرز. او بتعامل معهم او مميزين في خدمة العملة. تمام? اه قصة قصة دي كلها دخلة في طبعا اي شركة لازم يكون في قيم موجودة عندها زي السدق والامانة والوضوح وخدمة يعني كلام ده كله لازم يكون موجود. بس هي ايه هي القيم الاساسية المحورية اللي تبنت عليها الاستراتجي. طيب كلمة هي كلمة اعام من طيب كلمة لازم او اه ان هدف يعني لازم يكون سمارت سبسيفك هنقول الكلام ده بتفصيل ان شاء الله يعني المرة الجاية بس باختصار كده وانا متأكد ان كتير من حضرك واكيد سمع الكلام ده قبل كده يكون الهدف محدد تمام? اجريد. يعني متفق عليه. ورياليستيك يعني منطقي والتي اللي هي تايم فريم يعني محطوط له مدى زمني. طيب. دي او الاختصار اللي انا قلته ده ده بتاع هارفرد. بتاع جامعة هارفرد. يقول لك لازم الهدف بتاعك كون سبسيفك تمام? ماجربل. اجريد يعني متفق عليه تمام? ورياليستيك ولو تايم محدد. بمعنى لو جيه حد من ولادي مثلا او ولادكو قال لنا ايه? اه يا ماما او يا بابا انا ان شاء الله هبقى متفوق في المرحلة الاعدادية مثلا ايه. ده كلام ده مش عشان يكون لازم يحدد متفوق يعني ايه? تمام? يعني مسلا ان شاء الله في اولا اعدادي او في تاني اعدادي او في تالت اعدادي في نهاية السنة اه هكون اه واحد من الخمسة الاوائل تمام? على مسلا الادارة بتاعلم ايه. مسلا. اوكي? ده اسمه احنا بنربض يولدنا على ازاي يصير بشكل صحيح. لما يجي موظف يقول لمديره ان شاء الله يا فاندل الشهر جاي نتائجنا تكون احسن. ده مش اوبجيكتف. لو فضل المدير يسمع الكلام ده من الموظف يبقى هو معلش يعني مدير فاشل. ليه? لانه لازم يصحح المفاهيم دي عند الموظف. يعني ايه كلمة اوبجيكتف? يقول له يعني ايه? يعني بيع كويس. يعني ايه? ادائي هيكون افضل. هو افضل بالنسبة لايه? ما انا كده مش هعرف احسبه. تمام? فدي كلها حاجات بالتدريب بتفرق كتير جدا في في النهاية. ايه الفرق يا جماعة ما بين والابجيكتف? ببساطة شديدة هي النتيجة الفعلية. بمعنى لو انا جي حد من الناس مسلا اللي لو ساعم احنا عاملين اه بتاعه من عشرة. تقييم الاداء يعني. وحد قال انا بتاعي ان انا اكون السنة الجاية اخد في تمانية من عشرة. او ما قلش عن تمانية من عشرة. لكنه في بتاعه الفعلي اخد ستة من عشرة. يبقى الستة من عشرة ده اسمه ايه? تمام? لكن ما اسموش ابجيكتف. ليه? ان هو ما كانش عايز يوصل لستة من عشرة. لكن الواقع هو ايه? ستة من عشرة. فده الفرق ما بين كلمة وبين كلمة ابجيكتف. هاختم معاكم النهاردة بفيديو آآ لذيذ جدا عن جونسون جونسون. و اه ازاي? ممكن نحط كودو في افكس. يعني ميثاق للاخلاقيات. بتوضح احنا علاقتنا. اه مسلا لو انا بتكلم على مؤسسة صحية. علاقتنا بالمرضى. ايه? التزامنا بالنسبة للمرضى. التزامنا قدام المجتمع. التزامنا قدام الموظفين اللي هما الدكاترة والصيادلة والتمريد والشغالين في الاعمال الادارية. التزامنا قدامهم ايه? التزامنا امام الحكومات اللي آآ بفتحين فيها او التعامل مع والسياسات الكلام من ده. كل ده آآ بيبقى اسمه كودو في افكس. جونسون جونسون تعمل حاجة اسمها الكريدو. تمام? فانا هوريكو آآ فيديو صغير قوي. طبعا كده يبدو انكم فترة انكم تشغال في جي ان جي. وكان فيه كده مكتوب في الحلوق دي والواجبات. بطبعا الفلوسفي او بتاعة المؤسسة. مش كل الشركات طبعا تبقى زي بعضها. مكتوبة باللغة الانجليزية. وطبعا في ترجمة لجميع لغات العالم. يعني كل واحد حسب اللغة بتاعه تلاقي الكريدو ده مكتوب الاسباني والطالياني وكل اللغات العالم. فهنشوفوا مع بعض افتح لكم الفيديو ونشوفوا مع بعض. هتأكد بس الاول. شايفين الفيديو يا جماعة? شايفين الفيديو? انا عامل بوس. انا عايز بس اي حد نحن لكم يقول لي. اه يكتب واحد لو شايف علشان. استمر بس في العرض. انا عامل بس اي حد نحن لكم. 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 انا عامل بس اي حد نحن له بقت روضان لكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الفيديو ده كان بيوضح لنا بيوضح لنا ازاي شركة من الشركات طبعا كبيرة ما هيش بس شركة عادية لجي ان جي بيبقى عندهم الكور او الكود او اسكس بتاعتهم والحقوق والواجبات واضحة جدا والمفروض ده بيكون معروف لكل واحد موجود في المؤسسة فبداية كلامنا نهارده على تخطيط الاستراتيجي ببساطة شديدة اقدر لخصولكم بنتكلم في تخطيط الاستراتيجي يا جماعة في صورة مستقبلية للمؤسسة في اكتر من خمس سنين لغاية عشرين سنة تخطيط الاستراتيجي لازم يكون في رؤية لازم يكون في رسالة ولازم يكون في قيم اساسية لهذه المؤسسة وبعد كده تتحول الى جولز ومشاريع وخطط تنفيذية قصيرة المدى اهم من الكلام ده كله قصة بتاع فرون جوتو جريت حقيقة مهمة ان احنا نبقى عارفين الكونسبت بتاعتها اتمنى انه تكون وصلت لحضركم بشكل كلير وواضح واي هوب ان التواصل من خلال الزوم يبقى مريحكم اكتر اي هوب يعني ان ده يكون حاصل تمام وتكون الماسج بتوصل لكم من خلال المحاضرة ولو بنسبة تسعين في المية ده هيكون يعني بالنسبة لي على الال في المرحلة اللي احنا فيها اه دلوقتي لو في اي كومانس يا جماعة طبعا زي ما قلتبوا تخطيط الاستراتيجي موضوع كبير جدا وانا بحاول اه الخص على قد ما اقدر علشان ما دخلكوش في كم كبير من المعلومات يلخبطكو او يتوخكو فزي ما قلنا احنا نفوكوس على المعلومات اللي انا بعملكو السمب عليها دي هي اللي هتبقى مطلوبة اه مننا بعد كده احنا ممكن ناخد موضل اللي حابة مثلا سبن اس سبن اس دول اللي هي قواعد تاعت اي استراتيجية او اي تخطيط استراتيجي لازم يكون في سبن اس سبن اس طبعا فيها فيها كلمة استراتيجي نفسها اللي هي الاجهزات وترقية والكلام ده كله ستاف اه يعني موظفين و اه ناس اه عمالة موجودة في المكان وفي سكلز تمام وفي ناس بتضيف كمان اه اللي هو او انه بقى فيه عندي طريقة لقياس الاداء بشكل مستمر دي بسميها ال سبن اس اه شكل لكم جدا يا جماعة و اه وان شاء الله اه هنكمل كلامنا اه بعدين في المحاضرة القادمة لو اي لو في اي كومانس او اي حاجة اه ممكن نبقى نتكمل فيها بعدين شاء الله العفو انا رفعت الهند اوت رفعتها رفعتها دكتورة مريان اه على طول بعد ما شيرت في محاضرة تانية طيب يا ريت حالك فكريني فكريني بالاسم بالزبط ايه الجزء اللي ناقص لان انا ممكن اكون اه نسيت فعلا يعني انا انا رفعت كلها البريزنتيشن كلها بتاعتي رفعتها اه الباور بوينت رفعته النهاردة في الفايلز بعد المحاضرة ما شيرتها لكم على طول بعد ما شيرتها رفعت الباور بوينت فلو في محاضرة تانية فكريني بيها لان انا مش فاكر بصراحة الاسم ايه اسم اسم المحاضرة او وقتها او موضوعها كان بيتكلم عن ايه تمام اوكي عفوا نشكر جدا ليكم وان شاء الله فايهوب بس ان يكون الزملاء كلهم عارف ان هم يحضروا معنا وربنا يسر الحال ويبقى فيه تواصل افضل خلال الفترة الجاية ايشي كمان فضلوا مع السلامة وفا اين سيديم اشقкон 融 ترجمة نانسي قنقر